تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 454 قضية تموينية بمضبوطات بلغة 124 طن وفي مجال السلاء على السلع المدعومة تم ضبط 7 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 100 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 17 طن حديد تسليح وأسمنت وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 712 قضية من بينها 201 قضية خبز ناقص الوزن و192 قضية خبز غير مطابق للمواصفات